يشعرك بالقرب من الله لماذا؟ لأنك لن تشعر بالقرب من الله إلا إذا فهمت كتاب الله يعني عندما يقول الله لك فإني قريب وتكرر هذه الآية فإني قريب وكان في حالة خشوع دائم وكانوا لنا خاشعين أي حالهم حال الإنسان الخاشع إذا عملت عملا وأتقنته أنت تتقرب من الله إذا قلت كلمة طيبة لزوجتك أو ابنك أو لجارك أو لإنسان غريب لا تعرفه هذه الكلمة الطيبة تقربك إلى الله حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أحبتي في الله هناك أشياء تقربك إلى الله أكثر أنا أحببت أن أبث لكم تجربتي مع هذا الأمر الإحساس بالقرب من الله والله أيها الأحبة هذا الإحساس كثير مننا فقده اليوم هو أجمل إحساس على الإطلاق أجمل شيء في الوجود أن تشعر أنك قريب من إله هذا الكون من خالق هذا الكون تبارك وتعالى هناك خطوات يمكن أن تطبقها لتشعر هذا الشعور الذي كما قلت لكم معظمنا فقده بسبب ضغط المعلومات في العصر الحديث ضغط شبكة الإنترنت على دماغ الإنسان كثرة الفتن كثرة الحروب كثرة الأخبار كثرة التزييف الكذب في هذا العصر تبعدك عن الله تبارك وتعالى لأن القرب من الله أحبتي في الله لكي تكون قريبا من هذا الخالق العظيم يجب أن تعلم أن الله يريدك أن تكون قريبا منه في الحديث الذي أخبرنا به حبيبنا عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن من يتقرب إلى الله شبرا الله يتقرب منه ذراعا يعني أنت إذا نويت أن تتوب إلى الله فقط مجرد النية تنفتح لك أبواب التوبة على مصارعها إذا نويت أن تستغفر لا تجد أسباب المغفرة نويت أن تلتزم بالصلاة مجرد النية مجرد المبادرة مجرد أنك تقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله بالنوافل بالسنن بالصلاة بأعمال البر ببر الوالدين أخي الحبيب الله يقرب منه من يلتزم بأوامره كيف نتقرب إلى الله من خلال التزام بالأوامر؟ المعادلة بسيطة جدا الله عز وجل عندما أمرك بغض البصر ينبغي أن تستجيب لهذا الإله العظيم الذي خلقك ورزقك وأعطاك ثم قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فعندما تستمع إلى هذا النداء الإلهي يخاطبك مباشرة يأمرك بغض البصر ينبغي أن تدرك أنك كلما دعتك نفسك للنظر إلى ما حرم الله وتذكرت هذا الأمر الإلهي فامتنعت عن هذا المحرم أنت تقترب من الله درجة الله يقترب منك أكثر وهو أقرب إليك من نفسك على فكرة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب إليك من شرائينك أقرب إليك من نفسك لذلك خطوات بسيطة للتقرب من الله لكي تشعر بهذا القرب تحس أن الله قريب منك أيها الأحباء الخشوع في الصلاة يعتبر شيء مهم كثير من الناس يصلي ولكن قليل منهم من يخشع لأن كلمة الخشوع أو عبادة الخشوع عبادة مهمة جدا أن تكون خاشعا لله في صلاتك في جميع أعمالك الخشوع يقربك إلى الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الأنبياء الذين استجاب الله دعائهم لماذا استجاب دعائهم لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا في حالة خشوع دائم وكانوا لنا خاشعين أي حالهم حال الإنسان الخاشع إذا عملت عملا وأتقنته أنت تتقرب من الله إذا قلت كلمة طيبة لزوجتك أو ابنك أو لجارك أو لإنسان غريب لا تعرفه هذه الكلمة الطيبة تقربك إلى الله أي عمل صالح من أعمال البر يقربك إلى الله ولكن الخشوع أخي الحبيب الخشوع هو الذي يشعرك بالقرب من الله أكثر قيام الليل كثير منا يهمل هذه العبادة الرائعة التي أنعم الله بها على القليل من عباده الأسف طبعا هو أنعم على كل العباد ولكن قليل منهم من يستجيب وقليل من عبادي الشكور عندما تخلو بنفسك في لحظة من لحظات الليل الناس غافلون معظم الناس الآن في الليل يجلس على الموبايل يطالع مواقع الإنترنت وكذا لاهون لاهية قلوبهم بينما أنت الذي اختارك الله وأكرمك وأنعم عليك تتوضأ تصلي ركعتين ثم تجلس مع القرآن العظيم تقول أنا أريد أن أحيي هذه الليلة في ذكر الله وفي تدبر القرآن أجل الأعمال أيها الأحبة هو تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها التأمل والتدبر في آيات الله والخشوع يشعرك بالقرب من الله لماذا؟ لأنك لن تشعر بالقرب من الله إلا إذا فهمت كتاب الله يعني عندما يقول الله لك فإني قريب وتكرر هذه الآية فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عندما تكرر هذه الآية وتسأل نفسك وأنت في جوف الليل تقول لماذا يطلب الله منا أن نتقرب منه لماذا؟ خلقنا أصلا لأن هذا الإله رحيم لأنه يحبك خلقك لأنه يحبك ولله المثل الأعلى إنسان يسعى لإنجاب طفل لأنه يحب هذا الطفل ينجبه طبعا ولله المثل الأعلى مع فارق التشميه ولكن حتى نستوع بالفكرة نحاول أن نضرب بعض الأمثلة أنت عندما تدخل إنسان إلى بيتك هذا دليل أنك تحبه إذا لم يكن هناك مصلحة طبعا مادية أنت عندما تقدم نصيحة لإنسان دليل أنك تحبه فالله عز وجل من أدلة محبة الله لنا أنه خلقنا وهدانا ورزقنا وآتانا من كل ما سألناه ثم طلب منا أن نتقرب منه وقال فإني قريب والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحبيب كان قريبا من الله كان يشعر بالقرب من الله لماذا؟ لأنه طبق تعاليم الله كل أمر في القرآن أحبتي في الله إذا طبقته يقربك من الله أكثر حتى يتبين لهم أنه الحق شكرا